اشتباكات عنيفة الفاشر شمال دارفور يوم واحد وثلاثين خمسة الفين اربا وشرين سقط اكتر من سبعة وثلاثين دانا في داخل فاشر شمال دارفور ووقوع اكتر من خمسة دانات صباح الليلة في مستشفى الجنوبي مما دمر وحرك جزء من المستشفى الجنوبي وفي جولتنا ايضا عالم عباس احد القيادات بالفاشر يدعو ابناء دارفور بالمهجر لاطلاق مبادرات لدعم الوضع الانساني لاهل دارفور وضع المأساوي الان في دارفور يستوجب الاتي القيام بحملة من ابناء دارفور المعتربين في المهاجر اطلاق حملة قوية شاملة لعمل ضخم هدفه شقين الشقة الاول لاغاثة اهلنا باسرع ما يمكن وفي جولتنا ايضا سفيرة فرنسا لدى السودان تقول قلوبنا مع سكان الفاشر ولن نتخلى عن السودانيين تعمل فرنسا وشركائها الدوليين للحد من المعاناة الانسانية الفادحة في السودان وفي جولتنا ايضا وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية بمعذكرات لاجئي دولة جنوب السودان في ولاية جنوب دارفور لاجئين جنوب السودان الان البيوت عريش بتام الفوق كلها من فرشك ودوا الايدان والميداد الفوق في البيت كلهم ودام سوق للمعاناة انحنا بقينا مناكل مع البحيم سوف انحنا مناكل الانباس وفي جولتنا ايضا ردود فعل واسعة لخطاب نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار الأخير برفض العودة الى منبر جدة نحنا لا ماشين جدة ولا ماشين جدادة لا ماشين جدادة لا ماشين جدادة قادحوا نعلمهم جميعا بما فيهم مالك عقار يرون الاستمرار في النزاع يخدم مصالحهم السياسية والشخصية بالدرجة افضل من التوصل للسلام وفي جولتنا ايضا ومع اعلان تقدم خطام مؤتمرها التأسيسي بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا هل احتكر التقدم تمثيل المدنيين؟ كان هناك تنوع كثيف جدا في الرؤى والافكار وفي الوجوه من المناطق ولذلك الاحتفاء الاساسي في هذا المؤتمر كان بهذا التنوع الكبير كانوا من الشباب ومن المرأة ومن المختلف الفئات العمرية ونختم جولة السودان اليوم بفغرة الترند والتحقق لهذا اليوم مع الزميل عباس احمد كانت تلك ابرز موضوعات جولة السودان اليوم ومعا الى التفاصيل مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا بالاشتباكات العنيفة التي اندلعت صباح اليوم بين الجيش وقوات الدعم السريع في كبر الحلفاية ببحر وغصف وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان ان القوات المسلحة نفزت عملية نوعية ناجحة فجر اليوم الجمعة ادت الى تدمير عدد كبير من آليات العدو وخلفت العديد من القتلى والجرحة وسط عناصر الدعم السريع ومن جانبها اعلنت قوات الدعم السريع تمكن اشاوس قوات الدعم السريع بمدينة الخرطوم بحري اليوم الجمعة من ازقاة طائرة حربية من طراز ابابيل تدبع لماليشيات البرهان حسب وصفهم وفلول المؤتمر الوطني الارهابية كانت تقصف المدنيين والمناطغ المأهولة بالسكان في مدن السودان المختلفة وتأتي عملية ازقاة الطائرة الحربية ضمن معارك عنيفة تمكنت قواتنا فيها من سحق العدو تماما بعد ان حاول التسلل الى مدينة بحري وكبدته خصائر فادحة في الارواح والعتات حسب بيان قوات الدعم السريع في الفاشر وفي غصف متبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع وحركات الكفاح المسلح ادى الى سقوط بعض الدانات في مستشفى الفاشر الجنوبي جولة السودان التقت احد المواطنين في الفاشر لمعرفة المزيد عن الاوضاع في الفاشر صباح اليوم الجمعة الفاشر شمال دارفور يوم 31.05.2024 سقط اكتر من 37 دانة في داخل فاشر شمال دارفور ووقوع اكتر من خمسة دانات صباح الليلة في مستشفى الجنوبي مما دمر وحرك جزء من المستشفى الجنوبي وايضا هناك سقوط دحايا من المواطنين الابرياء في داخل المستشفى الجنوبي وايضا في اهياء الشمالي والجنوبي لمستشفى الجنوبي ووسط الفاشر شمال دارفور ايضا ادى الى هرائق صباح هذا اليوم وايضا المواطن زل متخوف شديد من سبب الدانات اللي ساختة من قارج ولاية شمال دارفور دانات من الدعم السري في داخل مدينة الفاشر ادى الى حالة وقوف المواطنين الابرياء وايضا في الازبو المادي يومي الخميس والاربية سخط اكتر من 20 دانة في داخل مأسكر ابو شوق وادى الى خدل اكتر من 20 نفر وجرها اكتر من 35 مواطن في داخل ولاية شمال في داخل مأسكر ابو شوق وايضا في اهياء الفاشر شمال دارفور في سخط كثير من الدانات في فترة بطاعة الازبوين اكتر من سخط اكتر من 200 دانة وما ادى لليوم الواحد ما بين 20 الى 30 دانة من قارج ولاية شمال دارفور من الدعم السري الى داخل ولاية شمال دارفور وبيقى الدانات في داخل البيوت المواطنين الازل وفي داخل المستشفيات حتى ادى الى ذلك قروج مستشفى الاطفال من القدمة بصورة نهاية وايضا قرج مستشفى الجنوبي من القدمة بطريقة جزئية والليلة يهو احترق جزء من المستشفى وقتل اكتر من 10 مواطن داخل الاهياء جوار مستشفى الجنوبي مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبقى في الفاشر حيث دعا عالم عباس القيادة بمدينة الفاشر دعا ابناء دارفور بالمهجر الى اطلاق مبادرات لدعم الوضع الانساني باقليم دارفور وبمدينة الفاشر بصفة خاصة نستمع الى حديثه لبرنامج جولة السودان انا عالم عباس ابن الفاشر ويحزنني ما يحدث فيها وما يحدث في دارفور الصفة خاصة والسودان عموما تنبأت منذ قديم منذ اندلاع الحرب الاولى والثورة الاولى في عام الف عام الفين وثلاثة من قبل حركتنا المسلحة ونصحت لهم من البداية الاولى انهم ارسلوا رسالتهم وفهم السودان والعالم رسالتهم وانا الان للوقت للذهاب الى المفاوضات لانه ما في معركة بتنتهي بهذه الكيفية ولا بالقتل مضى منذ ذلك العام اكثر من عشرين سنة خلال هذه الفترة تراكمت كل الاوجاع والآلام والقتلى ووصلت قمتها في هذه الحرب اللعينة الان الفاشر والتي هي عاصمة دارفور عاصمة دارفور التاريخية وصورة دارفور وعمقها التاريخي والاجتماعي والثقافي وارثها التليل الان مهددة بالاجتياح وبالانهيار من قبل مع الاسف ابناء السودان ابناء السودان ومنهم ابناء من دارفور انفسهم هذا الصرع البائس الخاسر يحزنني ان تصل هذه المعركة الى هذا المستوى من التقتيل والضياء هذه افعال جاءت مع الاسف من سوء التقدير من ابنائنا على كل حال الموضع المأساوي الان في دارفور يستوجب الآتي القيام بحملة من عبر أبناء دارفور المغتربين في المهاجر والدول المختلفة التي تستطيع أن تكون لها أثر في إيقاف الحرب وإطلاق حملة قوية شاملة مستغلين معارفنا وأهلنا وعلاقاتنا وصلاتنا سواء كان في المعاهد الأكاديمية والمؤسسات الدولية وغيرها لعمل ضخم هدفه شقين بل بائسة الطائشة الغبية المدمرة مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى ولاية جنوب دارفور حيث كشف مسؤول الحماية بمعسكر لاجئي دولة جنوب السودان بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور سانتينو أكون عن وفاة تسع أطفال حديثي الولادة في غضون الشهرين الماضيين بسبب سوء التغذية وقال إنه بوفاة الأطفال التسعة ارتفع عدد الوفيات وسط الأطفال إلى 23 طفل منذ 15 أبريل وحوالي 19 من النساء والمسنين بسبب الجوع نستمع للمزيد عن الأوضاع الإنسانية للاجئي دولة جنوب السودان بولاية جنوب دارفور في حديث سانتينو أكون مسؤول الحماية بمعسكر لاجئي دولة جنوب السودان بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور أنا يسمي سانتينو أكون دال في معسكر لاجئي دولة جنوب السودان في محلية بليل نحن بالفعل المعسكر الآن أكثر من 14 ولا 15 أشهر الناس ماتت بالجو والأطفال ماتت بالصوء التغذية ونحن الآن في المسؤولين بتاعت الولاية جنوب دارفور جونا نحن اللاجئين يجي فقد عوالنا أنه نسعى للمجتمع الأمم المتحدة والمجتمع المحلية لكفل بتغفيل كامي بذات اللاجئين جنوب السودان المعانا أنهنا نطلب من المجتمع الأممية والولاية جنوب دارفور بصفة خاصة الجنوب للمنظمات لكل المعسكرات بالحقيقة المعسكر بتاعت بليل اللاجئين ما هو المعسكر الوحيد في جنوب دارفور اللاجئين جنوب السودان في أولاية جنوب دارفور إنهم أكثر من أربع معسكرات لكن الزيارة حدفت المعسكر اللاجئين بليل فأنا نسعى لكل المعسكرات بتاعتنا للمجتمع الأممية يساعدون بالإخاذة الأول إخاذة والمياه والسلحة تلبية وكل الخدمات المنخذة لها منذ 15 أبريل الفات نحن ماشيبنا تخديم المساعدات للاعجين ثانياً عندما نتحدث عن المعاناة اللاجئين في جنوب السودان الآن البيوت أعرائش في تام الفوك كلها ومفرتك ودوا الإيدانهم والميداد الفوك في البيت كلها مقدم سوق للمعاناة وأن النسوان يفتحوا الشغل في الأسواق والشغل ما يوجد لأن المعاناة يحتاج إلى درجة أسواق سوف نأكل البحايم والمنباس والسمشنو مع البحايم والبردو لا نصحة من الضيون المعافي يمشون في جنوب ويأخذ الخطراء ويأخذوا على الأطفال هذا شيء يأكد أن كل سكان المعاناة يتأكد أن المعاناة يحدث الآن المعاجينة الموسم الخريف وفي مثالين دقت قدامنا وبيدوكوا الناس بره لأنه ما فيهم مشامات نحن برضو نحتاج بالمشامات برضو حجينا المشامات لشان نقدر نخطي البيوتنا بهم والموانا بتال النزوان برضو عوامل عندنا قبل شهرين أكتر من تسع امرأة وضعت الريال كلهم رجوع ما في جنة فضل وده سوى تغذية جنة بلدو ناقص ده سوى تغذية ده يعاني على الجو يعان فنحتاج بانخاذ شديد المعصر العجين بليل ده ونحتاج بانخاذ شديد لدينا مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم أكدت سفيرة فرنسا لدى السودان والمقيمة في أديس أبابا حاليا أن فرنسا تعمل شركاؤها الدوليين للحط من المعاناة الإنسانية الفادحة في السودان ونوهت في حديث لبرنامج جولة السودان اليوم إلى أن المؤتمر الدولي للعون الإنساني للسودان الذي انعقت في باريس في الخامس عشر من أبريل الماضي وتم خلاله جمع أكثر من ملياري دولار من المساعدات الإنسانية للسودان وأن فرنسا ساعية لزيادة المساعدات الفرنسية للسودان نستمع للمزيد في حديثة لبرنامج جولة السودان شكرا على منحي هذه الفرصة للحديث عن السودان وخاصة حول أوضاع الشعب السوداني المغلوب على أمره ويعاني ويلات الحرب لأكثر من عام كامل تعمل فرنسا وشركائها الدوليين للحد من المعاناة الإنسانية الفادحة في السودان كما تعرف فقد كان هناك مؤتمر دولي للعون الإنساني للسودان في باريس في الخامس عشر من أبريل الماضي تم خلاله جمع أكثر من ملياري دولار من المساعدات الإنسانية للسودان حوالي نصفها قدمتها الدول الأوروبية وقدمت فرنسا أكثر من مئة وعشرين مليون دولار منها على أساس ثنائي نحن نعتزم زيادة مساعداتنا خاصة للنازحين داخل البلاد واللاجئين خارجها والمستشفيات التي تم تدميرها في السودان كما سنعمل على مضاعفة جهودنا لتحقيق وقف محلي لإطلاق النار في بعض المناطق لأغراض إنسانية ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالنوايا الحسنة للسلطات الحكومية وقوات الدعم السريع لكن في الوقت الراهن وللأسف لا زالت الحرب تدور بضراوة خاصة في الفاشر التي أصبحت مصدر قلق عميق للمجتمع الدولي إننا نؤكد لشعب السوداني وكل أصدقاء السودان أن فرنسا وشركائها في المجتمع الدولي سيبذلون أقصى ما في وزعهم مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة والسيدة العمامرة المبعوثة الخاصة للأمينة العامة للأمم المتحدة في السودان والاتحاد الإفريقي والإيقاد للتوصل لحل سياسي دبلوماسي لإنهاء هذا الصراع حول الفاشر أود أن أقول إن قلوبنا كلها مع سكان الفاشر في مجلس الأمن تحاول فرنسا وشركائها من الدول العربية والإفريقية أيضاً التوصل لقرار أممي يوفر الحماية للمدنيين للأسف وكما تعلم مجلس الأمن الدولي منقسم بشدة بسبب الفيتو الروسي لكننا مصممون على المضي قدماً في مساعدة السكان الفاشر لأنه لا يمكن التخلي عن السكان المدنيين في الفاشر والنيالة والجنينة وغيرها من المناطق حيث يواجهون خطر المجاعة المحدق وأود أن أشدد أيضاً أننا على المستوى الدولي نتابع عن كثب كل الجهود التي تبدلها القوى المدنية السودانية للحوار ولفتح أفق سياسي لفترة انتقالية لأننا نحتاج لفضاء سياسي وبدونه سنترك السودان للأطراف المتحاربة ولا يمكن أن نترك السودان للحرب مرحباً بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي الشأن السياسي وبعد إعلان تنسيقية القوى الديمغراطية المدنية تقدم خطام مؤتمرها التأسيسي بالأمس في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أثارت قضية التمثيل والمشاركة في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمغراطية المدنية تقدم جدلاً واسع خلال فعاليات المؤتمر الذي انعقت في أديس أبابا في الفترة من 27 وحتى الأمس وشكك عدد كبير من السودانيين في شمولية التمثيل بينما زهب آخرون إلى أبعث من ذلك بالتشكيك في صيغ اختيار المشاركين في المؤتمر والجهات التي يمثلونها جولة السودان التغت شوقي عبد العظيم القيادي بتقدم لمعرفة رأيهم حول قضية التمثيل والمشاركة في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى المدنية طبعاً كانت محاولة للتشكيك في أهم ما جاء في هذا المؤتمر المؤتمر هذا واحد من أهم ميازه أنه فعلاً ضم سودانيين من مختلف الجهات يعني عندنا ناس جايين من الدعين وحدين جايين من جنينة آخرين من شرق السودان بعضهم من كردفان من الوسط من درمان والخرطوم من برسودان من مختلف بلاد المهجر من مصر من أريتريا من تشاد من الدول الأوروبية من أمريكا من كندا وكلهم كانوا من مختلف التوجهات ومن مختلف الرؤى كانوا كلهم متفقين على قضيتين أساسيتين هي قضية إيقاف الحرق وقضية التحول المدني الديمقراطي وضرورة أن تحكم البلاد حكم ديمقراطي بحكومة مدنية كان هو الذي يجمع كل هؤلاء لذلك هذا التنوع عكس حتى في النقاشات أثناء المؤتمر كانت هناك أراء مختلفة وأراء متباينة وكانت إدارة الجلسات مسألة غاية الصعوبة أنا كنت مدير لواحدة من الجلسات هي كانت مسألة في غاية الصعوبة لأن الكل يريد أن يعبر عن وجهة نظره يريد أن يعبر عن المنطقة الجامنة المكونة الجامنة الأكبر دليل على ذلك أن التقدم في شهر أبريل في 2023 كانت هناك خمس مكونات اليوم تقدم هي عشر مكونات ضمت مزارعين وضمت حرافيين وضمت مبدعين وضمت نقابات ومهنيين وضمت كثير من المكونات التي كانت غائبة في الاجتماع الأول إضافة للمشاركين الذين جاءوا من توجهات ربما كانت تغييدة من تقدم من الحركة الشعبية شمال بقيادة عمار أموم وكان معهم مشاركين الذين جاءوا من المؤتمر الشعبي جاءوا من الاتحاد الديمقراطي الأصل كان هناك تنوع كثيف جدا في الرؤى والأفكار وفي الرجوء وفي المناطق ولذلك الاحتفاء الأساسي في هذا المؤتمر كان بهذا التنوع الكبير كانوا من الشباب ومن المرأة ومن مختلف الفئات العمرية هذا الكلام تكرر كثير في المؤتمر وتظل دكتور عبدالله حمده شخصيا في خطابه في الجلسة الافتتاحية قال هذا الكلام صراحة ولكن بدون أي ادعاء هي تقدم الآن هي تمثل أكبر تجمع للمدنيين في السودان ربما لا يعني حتى بعضهم وصفوا بالتاريخ الغير مسبوك هي هي التجمع الأكبر هي تمثل روح الشباب وروح السورة وروح التغيير الحقيقي المنشود الذي بدأ حتى ربما من 2018 فهي الآن تمثل هذه الفئة بشكل كبير جدا إذا كنت هناك احتكار لتمثيل التغيير ووقف الحرب والقضايا المطروحة الآن في الساحة من جهة المدنيين فأنا أقول لك أن تقدم تمثل هؤلاء بكل شجاعة هي أكبر تجمع للمدنيين مؤمنين بقضايا الثورة مؤمنين بالتحول مدني الديمقراطي مؤمنين قبل ذلك بضرورة إيقاف الحرب عبر التفاوض هي تمثل أكبر أكبر تجمع ولكن فعلا هي لا تحتكر هنا لأصوات أخارج تقدم ولكن هي تمثل أكبر تجمع مدني وأكبر تجمع لمنبر قد أو أي منبر آخر يحقق السلام مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في قولة السودان اليوم أثار خطاب نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار في مؤتمر الصلحة المجتمعي والسلام الدائم في مدينة بور سودان ردود فعل واسعة وسط الإعلاميين والسياسيين حول رفضهم كمجلس السيادة العودة إلى منبر جدة التفاوضي بين الجيش وقوات الدعم السريع جولة السودان التقت القيادة بحزب الأمة القومي والحرية والتغيير عرو الصادق للتعليق على ما جاء في خطاب نائب رئيس مجلس السيادة مالك مالك عقار ما قاله سيد مالك عقار يمكن أن نرد عليه بذات العبارات استطيع أن نصفها بالوضيعة ولكن نترفع عن الرد بالمثل ونقول أن القيادات التي تزور عواصم دول وتنشط في دول خارج البلاد لم يكن لها أن تخرج لولا التضييق الذي مورس عليها منذ انقلاب 25 أكتوبر وشارك عقار في ذلك بعدته وعتاده والآن شارك في الحرب الحالية التي شردت آلاف السودانيين أو ملايين السودانيين من بيوتهم وعقار ضالع في ذلك والذي يخيف عقار في رأي ويخيف غيره من العسكريين في مجلس السيادة وغيره من المدنيين في حكومة الأمر الواقع في بور سودان المصالح الشخصية والسياسية هناك قاد حكوميين نعلمهم جميعا بما فيهم مالك عقار يرون أن استمرار في النزاع يخدم مصالحهم السياسية والشخصية بالدرجة أفضل من التوصل للسلام السلام إذا أتى المعادلة الحزبية والمعادلة السياسية والتكوين الحكومي سيتغير حتى افتراضات حص السلام جوبة ستتغير وهذا يخيف ويرعب القائمين على الأمر الآن في حكومة الأمر الواقع في بور سودان ومن ضمنهم عقار ويخيف عدد من المتكسبين من استدانة انقلاب البرهان في 25 أكتوبر كذلك القوى السياسية والقوى الداخلية بما فيها قوى النظام البائد تضغط على هؤلاء في اتجاه استمرار السراع واستمرار الحرب وهي معهم في بور سودان وتلتقيهم يلتقون بقيادات الوطنية بقيادات الحركة الإسلامية وتضغطهم في هذا الاتجاه كذلك تحاصرهم أجهزة الإعلام الحكومية الأبواق التي صممها انقلاب 25 أكتوبر لا يمكن أن يقول لها غير ذلك فهي تريد قرع طبول الحرب باستمرار عقار بما فعله في أكتوبر 5 أكتوبر 21 فقد الثقة وأفقد ثقته لكل زملاء في الاحتفاح المسلح ولكل زملاء في القوى السياسية المدنية لذلك يريد استمرار الحرب أو أن يعفوا عنه هؤلاء وهؤلاء ليس بينهم وبينهم خصومة شخصية وإنما بينه وبينه اشتراك في إنقلاب أكتوبر 25 والآن ولوغ بالدماء والعدة والعتاد في حرب أكتوبر في حرب إبريل 23 وهذا يجب التراجع منه وعقار لا يستطيع التراجع في الوقت الحالي ولكن في رأي إذا قدمت له والعسكريين في السيادي ولمجموعة الحكومة في بورت سودان ضمانات بأن هناك مكاسب ستكون لهم في مقبل الأيام حتما سيوافقون لأن الآن التعنت ليس تعنت من أجل الموطن ولا من أجل المواطنين ولا يستطيع قادة التنسيقية التقدم ولا الحرية والتغيير أن تقدم هذه الضمانات لأن الوضع القادم لا يمكن أن يتجاوز فيه الجميع شيء واحد وهو عدم الإفلات من العقاب وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم لقاءنا يتجدد بكم أمسية الاثنين في جولة جديدة حتى الملتقى لكم تحياتي فاطما بريما